اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واسعد الله ووقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وابدا إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين وكما عودناكم نستقبل أرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يعني يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية اللي إن شاء الله تكون عامرة بالمعلومة الصحية والطبية اللي نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد إذن مستمعين يعني ما ندخل معاكم في عديد من المواضيع اليوم يمكن رحها تطرق إلى يعني الحوادث اللي صارت في هذه المسألة الخاصة بي يعني الفترة الأخيرة على أساس أنه هناك ملاحظات كثيرة على مواضيع الأخطاء الطبية وعلى الأمور لتقديم العلاج في هذا الموضوع وغيرها يعني أنا عندي تعليق سريع على المسألة لأنه كانت هناك يعني توضيحات مباشرة من هيئة الصحة في دبي في هذا الموضوع أنه دائما ما بتكون هناك يعني محاسبة وردع لأي شخص أنزين تسول نفسه أنه هو يتلاعب بحياة الناس لأن هذه مسألة واضحة مسألة ما فيها أي جدال ولكن اللي قاعد يصير أيضا جماعة الخير يعني الهيئة تداولت هذه المسألة بكل صرامة وبكل وضوح والدكتور مروان الملة المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الصحة في هيئة الصحة في دبي أكد أنه يعني هي أن الهيئة بتتم بتشكيل اللجان الخاصة وأيضا في إجراء عمليات التحقيق والاستقصاء وأيضا اتخذت إجراءات لازمة في كل الحالات التي تردها في قانون في تشريعات في إجراءات صارمة في هذه المسألة نتمنى أن الكل يستوعب هذا الموضوع الآن عملية الأخذ والعطاء في هذا الموضوع بهذا الشكل يعني بعد كذلك نحن نتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة نتحدث عن إمارة دبي نتحدث عن القطاع الصحي في إمارة دبي يعني مدام أن هناك يعني ما بقولكم أرقام وحصيات ولكن بالملايين العمليات قاعدة تصير في إمارة دبي بالملايين طرح هذه المسألة ونسف القطاع الصحي بهذا الشكل بعد ما يصير يا جماعة الخير خلونا نتكلم بأمانة لأن عملية أن هناك إنجازات كثيرة في القطاع الصحي في إمارة دبي أيضا هناك ديكاترة على مستوى عالي في إمارة دبي ما نعممها بهذا الشكل فنقف وقفة مع النفس يا جماعة نتكلم في هذه الأمور بشكل صريح الحمد لله نحن في بلد مؤسسات وقوانين هناك يعني صرامة في اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع والهيئة طلعت بيان صارم واتخذت إجراءات على طول في أي حدث قاعد يصير الآن عملية تناول هذا الموضوع بشكل سلبي هذا اللي نحن ما نبغيه بالعكس الأمور كلها كانت بشكل إيجابي اليوم اللهم لك الحمد يعني إمارة دبي قادرة على صناعة منظومة صحية مستدامة على أعلى مستويات الخدمات الصحية التي تقدم على مستوى العالم فنحن نتكلم عن نموذج صحي عالمي قاعدين نصنعه في إمارة دبي نتكلم عن تطورات رقمية تقنيات ذكاء اصطناعي نتكلم عن استشراف المستقبل رؤية عالمية بعيدة المدى في هذا المجال فهذه الأمور كلها توضع بعين الاعتبار عند الحديث عن القطاع الصحي في إمارة دبي في النهاية اللي يتجاوز القانون أكيد بيكون فيه خطأ وبيكون فيه عقوبات عليه تجاوز القانون لخطأ طبية فيه آلية عمل في هذه المسألة ويتم اتخاذ الأراب وبعدين موضوع تحديد الخطأ الطبي ترى جماعة الخير فيه آلية معينة في عملية تحديد إذا ما كان هذا خطأ طبي أو كانت مضاعفات أو شو ما كانت وهذه لما توصل إلى دوائر القضاء والنيابة هنا يقف الحديث يا جماعة الخير لأن فيه قانون سوف يأخذ مجرى فأتمنى أتمنى بكل أمانة من الجميع ومن كل شخص قاعد يتحدث في هذه المنظومة وقاعد هذا يضع نصب عينه أن القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولله الحمد وفي إمارة دبي على وجه الخصوص نحن في قفزات عالية اللهم لك الحمد يعني بتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا المجال وأهمية أن المواطن والمقيم يحظى بالرعاية الصحية المناسبة فهذا اللي نحن نتحدث عنه نتمنى من الجميع أن يحاول قدر الإمكان لما يتحدث يعني اليوم أسمع البث المباشر بعض الرسائل قاعدة يقولون أنه ما كان فيه أي رد من هيئة الصحة ولا من الجهات الصحية في الدولة لا يا أخي والله العظيم يعني الرد كان موجود واشتغلنا على المواضيع وكان فيه إجراءات سريعة قرارات طلعت على طول طلعت قرارات فما نبخص الناس حقهم جزاكم الله خير كانت هذه بس رسالة بغيت أوصلها لأنه بأمانة نتمنى نتمنى أن نحن كلنا نكون عناصر فاعلين في هذا المجتمع النقد البناء جميل جداً ولكن عندما يتحول هذا النقد إلى نقد سلبي هنا يجب أن نقف وقفه يعني نرى المواضيع بشكل آخر نحاول قدر الأمكان أن نحن نتماشى مع التوجه العام لدولة الإمارات ومثل ما قلنا نحن يعني شغالين على مستويات عالية من تقديم الرعاية الصحية وكل عمل لازم بيكون فيه له يعني بعض العثارات ونحن نسمي هذه العثارات هذه تحديات لأنه فرص للتطوير هي وهذا اللي تعودنا دائماً أي مشكلة تصادف لا تقول لنا مشكلة يقول لنا هذه يعني تحدي قاعدين نواجه وما نتغلب عليه على اساس أنه نخلق لنا تحدي آخر ونشوف ودائماً نمشي بهذا الشكل ولكن مثل ما قلنا القانون سوف يأخذ مجراه وأي إهمال ما بيمر بدون محاسبة وبتقدم كل الأدلة للجهات المختصة والحساب بيكون رادع لأن الضوابط والمعايير التي يعني وضعت لتسيير القطاع الطبي والشروط اللي موجودة في القطاع الطبي في إمارة جبي نحن نتحدث عن معايير عالمية لممارسة مهنة الطب عدم الالتزام بها يضع أي مخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية وفق التشريعات المعمول بها في الدولة والهيئة تعاملت مع هذا الموضوع وغيره من المواضيع يعني يمكن هذا الموضوع سلط الإعلام سلط النظر عليه بشكل مبالغ فيه حتى لدرجة أنه يعني وجهه بأمانة نقولكم بشكل يسيء للقطاع الصحفي مارسة جبي ولكن يعني هذا الموضوع وغيره من المواضيع تعاملت معاه الهيئة بكل شفافية مع مراعاة خصوصية المرضى سرية التحقيقات والإجراءات المعمول فيها اللي تتعلق بالإدلاء بأي بيانات أو معلومات يجب أن ننظر إلى هذه المسألة بشكل مهم عملية خصوصية المرضى وإدلاء البيانات والمعلومات وأيضا يعني هذه الأمور اللي ممكن تؤثر على سير التحقيق كذلك اللي هي تتعامل معاها بكل شفافية تتعامل معاها وفق المعايير والضوابط والشروط والقوانين اللي مثل ما قلنا بتحط أي مخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية وفق التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه كانت مقدمة البرنامج طويلة شوية ولكن لأنه كان هذا الموضوع فيه لغط كثير في الأيام السابقة فعشان شيء نقلنا من وضحه ونتمنى نتمنى أن يعني القصد أكيد من الجميع يعني الكل قاعد يحط هذا الموضوع اللي بشكل إيجابي ولكن نتمنى أن يعني يكون نعطي كل ذي حق حقه وهذه هذا اللي تعودنا عليه في دولة الإمارات بلد العدل بلد القانون زين وكل واحد له حق بيأخذ بإذن الله فاصلوا راجعين صحة وسعادة ما نذهب الآن كيف تحمي نفسك من عسر الهضم في رمضان هذا واحد من المواضيع المهمة اللي ما نطرحها الآن في الفقرة القادمة مع ختنا شيخة السويدي خصائية التغذية في هاية الصحة في دبي صبح جلال بالخير يا شيخة صبح جلال بالنور والسرور أخوي محمود مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتب خير وانتب صحة وسلامة شيخة عسر الهضم يمكن من أكثر المشاكل اللي تواجه الصائم في رمضان خاصة في بدايات الشهر فخرينا نتكلم عن هذا المواضيع وشو بتخبرينه تنتج مشاكل عسر الهضم في رمضان بسبب الكثير من عادات الخاطئة اللي اتبعها البعض في رمضان في أول الأيام ممكن نقول أن السبب هو التغيير الجذري في موعد الوجبات أو تعودنا على الحركة أو الرياضة في أوقات معينة لكن في عادة تستمر عن بعض الناس طول الشهر اللي هي ناكل الطعام بفعة وحده وبشكل سريع بعد حرمان الجهاز الهضمي أو المعدة من الطعام بساعات طويلة تقريبا 16 ساعة المعدة تكون خاملة ونظمها بكمية أكل فجأة يعني بشكل سريع بتنتج عنها مشاكل كثيرة في الجهاز الهضمي وأولها التخمة والانتفاخات والغازات عشان نتجنب التخمة والانتفاخات والغازات نحاول نتوقف عن تناول الطعام عند الشعور بدرجة شبع مريح شو هو الشبع المريح اللي هو أول ما نشف أن المعدة بدأت تمثلي وأسهل طريقة لتطبيق هالشي نحاول أن نقسم وجبة الأفخار على مرحلتين أو وجبتين أفخار عشان تكون الوجبة الأولى بمثابة منبه للجهاز الهضمي وننصح طبعا أن تشمل التمر وطبق شوربة وقوب لبن وبعد ما نأدي صالة المغرب وتكون أنزيمات الجهاز الهضمي جاهز للهضم ووجبة أكبر ناكل الوجبة الرئيسية اللي هي تحتوي على البروتين والنشويات والخضار أيضا نحاول أن نتناول وننبغ الطعام بشكل بطيء عشان يتمثلها كمية أقل من الطعام وتسهل عملية الهضم وهي النصيحة هاي وايد يسمعونها الناس بس أحب بعد أعيتها اللي هي ينقلل تناول أطعم الدسمة والحلويات لأنه تناولها يسبب هذا شعور التجل والامتلاء يعني الفترة أطول وأيضا أحب أضيف حق الانتفاخات والغازات أن التناول اللبل مفيد لأنه يحتوي على البكتيريا المفيدة اللي هي التروبيوتكس تأدي إلى هضم الطعام بشكل أفضل وممكن بعد أن نتناول كوب من الأعشاب كوب من الأعشاب نفس البابونج أو الينسون والنعناع لأنها تاعد في التخلص من عسر الهضم والانتفاخات أي بس في عادة على طول عقب الفطور يعني يتحصلينهم يا قهوة يا تشاي قهوة و تشاي هاي بعد تأدي لمشاكل غير إذا عقب الفطور على طول ونحاول أن نرتاحه شوي وبعدها نشرب لنبغي طبعا بحدود لأنه هي من المشاكل الشاعة بعد فرمضان اللي هي حموضة المعدة أو حرقة المعدة صح فعشان نتجنب هاي المشكلة نحاول نقلل من المشروبات التي تحتوي على الكفاين نفس القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الإطلاقة وأيضا نقلل من استخدام الفلفل الحار والتوابل والمخللات وأيضا عشان نتجنب حموضة المعدة نتجنب الاستلقاء الطعام أو ما يسبب ان ارتجاع الطعام إلى المريض صح وأيضا نصيحة مهمة نقسم الوجبات هاي النصيحة اللي دون تتكرر نقسم الوجبات إلى وجبات صغيرة نتعددة ونتجنب الوجبات الكبيرة ومثل ما ذكر طبعا الحلويات والأغذية الدسمة نحاول نتجنبها مثل المقالة والوجبات التريعة لأن نتجنب الجهاز لهذه قطرة قويلة وبتسبب سوء عظم وأيضا لدينا من المشاكل اللي يعاني منها الكثير فرمضان اللي هي الأمساك لأن نقص السوائل هو السبب الرئيسي للأصابة بالأمساك خلال فترة الصيام فأول نصيحة هي اللي دوم يعني نحط قاعدة في بولمن وناخذ 8-12 أكواب من الماء بين فترة الفطور والسحور ونحرص على تناول فواكه وخضراء فرمضان أغلب الفواكه والخضراء اللي يعني إذا كانت في الوجبات الرئيسية مو مشكلة تكون في الوجبات الرئيسية لكن نحاول نستهلك كمية أكبر من الفواكه والخضراء لأنها غنية بالألياق فتجنبنا مشكلة الأمساك والخضراء طبعا ممكن ناكلها على شكل شربة خلطات خضار مطبوخة المهم أن ناكل كمية كافية من الخضراء وأيضا نحاول نمتنع عن تناول أو نقلل من الخبز الأبيض والرز الأبيض نستبدلهم في حبوك كاملة لأنه سيساعدنا كثير في مشكلة الأمساك التي هي متوفرة في خبز من الطحين الخامس الكامل أو المعكرون السامرة البرغل الشعير الرز البني بعد نحاول نحاول نخلط رز الأبيض إذا يعني في ناس يأكلون مثلا العيش كليوم والشوفان طبعا الشوفان أحب أذكر دوم الفطور على طار العيش يعني بقرأ بعدين دراسة في علماء يابانيين يعني يوصون أن تناول الفرد خمسين قرام من الأرز يوميا على الأقل يمكن أن تقلل من مستوى السمنة في العالم بنسبة واحد في المئة هذه خلاص الدراسة إذا حصلت وقت بقرأها فهينا مايرا تقول يعني هي ما تروم من غير سنبوسة وباكورة وشو بعد والقيمات والقيمات لازم أتمر عليهم هذه لدقو ما روم الكمية أهم يعني الوطن الكمية ما نكثر هي سنبوسة والأشياء بعد الأشياء اللي ممكن أن نتخف الفرن تسوي حارج هذه والله ما تري يعني ساعات تسوي حارج المشكلة تدري وين أختي شيخة المشكلة لما يحطونها جدامة أنت ما تحسين صح تغيير الجذري يكون في المطبخ العزب بضبط نحاول أن نغير طريقة الطابق أنه في الفرن أو حين الكاميرات الهوائية شوفوا شون وين ناس قاموا يستخدمون القلايا الهوائية نعم في كمية زيت زيت بسيطة وتطلع مثل يعني قرمشة هي الفمبوسة العادية صحيح صحيح شكرا شيخ السويدي شكرا جزيلا على المعلومات القيمة هذه ونتمنى لكم التوفيق ومثل ما قالت خصاية التغذية العلاجية في هيئة صحيح بدبي الأستاذ الشيخ السويدي أن يعني هذه الخطوات لازم نتبعها لحماية نفسنا من أسر الهضم في الرمضان والماء يا جماعة الخير وركزت على موضوع الماء فشكرا جزيلا لك طيب ما أدري من نصيحة أبعد عزيز المستمع عن المشروبات المحلاة بالسكر قد ما تقدر أي شيء فيه سكر بعد يا أخي عوضة بالماء الماء أنت تحتاجه أكثر من أي مشروب آخر في الرمضان ركز على الماء ما قبل الفطور قبل شسم لمساك شغال تشرب ماء تشرب ما يفيدك هذا طال عمرك لازم تشرب طول فترة الفطر من يأذن عوض نفسك أن تشرب ماي بهذه الطريقة أساس تعوض نقص السوائل وإذا راقد بعد شرب ماي وتراقد كيف ما أدري بس شرب ماي صحة وسعادة صحة وسعادة أيسة مادي قبل أو لا عموما مستمعين سعد الله وقاتكم أخرى مستمعين ونذكركم برقامة تواصل ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو على طريق رسالة نصية على أربعة صفر صفر ستة قبل لأدخل لموضوع رئيسي عندنا في حلقة اليوم مع الأستاذ سالم باللاحج مدير مكتب صندوق الصحة نحن يعني أبغي أقرأكم هذه الدراسة على السريع يقول يعاني ما يقارب من أربعين في المئة من البالغين في العالم من زيادة في الوزن وفقا لمنظمة الصحة العالمية وثلاثة عشر بالمئة يعانون من السمنة المفرطة وتعرف السمنة على أنها ظاهرة اجتماعية واقتصادية وصحية مصحوبة بمشاكل نفسية مستويات عالية من التوتر القلق والاكتئاب يدحض خبراء الصحة العالميون الفكرة السائدة عموما وهي أن مشكلة الوزن السائد تنشأ بسبب الإفراط في تناول الأطعم الدهنية وعالية السعرات الحرارية فقط إذ يشير المزيد أو تشير المزيد من الأبحاث العلمية إلى أن السكر وبادائله المختلفة هي المشكلة الأساسية وأيضا هي وباء العصر وهي التي تسبب السمنة الباحثون أكدوا أن استخدام شراب الذرة عالي الفركتوز الذي يستخدم بدلا من السكر العادي القلوكوز في المشروبات والحلويات ينتهك عملية الأيض وبالتالي يساهم في تطور أمراض متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية هذه الأمراض التي ترافق السمنة عادة كنت أقول قبل الفاصل لخطنة شيخة خصائية التغذية كنت أقول أن العلماء اليابانيون وزملائهم من 36 دولة يصون بالإقبال على تناول المزيد من الأرز يعني كل عيش زيادة وفقا لحساباتهم فإن تناول فرد 50 جرام من الأرز يوميا على الأقل يمكنها أن تقلل من مستوى السمنة في العالم بنسبة 1% أيضا ينصح خصائي التغذية بعدم تناول وجبات دسمة خاصة الحلوة والدهنية والتخلي عن الوجبات السريعة الابتعاد عن مشروبات الغازية الغنية بالسكر أو بدائله وتغيير العادات الغذائية وشرب المزيد من الماء وممارسة تمارين اللياقة البدنية هذه معلومات نعيد ونزيد ونكررها ولكنها جمعة الخير عملية الالتزام فيها عملية مهمة جدا لأن يعني حتى تذكر أن كنت قاعد مع أحد الأطباء سألته سؤال قلت له الدكتور يعني هنا الله يعافينا ويعافيكم إن شاء الله ويعافي عيالكم وأبناكم وأهلكم وكل ما عارفكم يعني النسبة عن أمراض السرطان سرطان رياس سرطان وده كذا مليون شغلة ونزيد والسرطانات هذه اللي ما لها علاجات والسرطانات اللي ممكن تأخذ سمونة فقدت تكلم مع أهد الأطباء قلت له يعني أنا كيف أقي نفسي من هذه الأمراض قال لي شوف أكلك بس باختصار قال لي شوف شو تاكل وقال لي ابتعد عن بعض الشغلات من ضمنها أي لحم مفروم لتاكله من الأشي اللي كان يقول لي إياها بمعنى الفاس فود إنسى الهوت دوغ على ما أدري كذا هذه الأشياء أي شغلة مفرومة لا تاكلها وحاول تاكل إذا بتاكل لحم تاكل فرش تشوف شو اللي تاكل شو اللي هذا وستثمر في أكلك لأنك أنت قاعد تستثمر في صحتك أحيانا الأورغانيك ممكن يكون غالي أغلى عن الموجود العادي ولكن أنت قاعد تستثمر في صحتك يا جماعة الخير قاعدة يعني ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للهوى هذه قاعدة أمشي عليها في الرمضان وغير الرمضان عموما ما نصير نحن مدام أننا نحن في شهر الخير فما نتكلم عن جهود الهيئة الإنسانية خلال الرمضان في عندنا يعني اهتمام بتعزيز العمل الخير والإنساني وهذا يعني هاي صفة مجتمع دولة الإمارات بشكل عام من هذا المنطلق حرصت هيئة الصحة بدبي على تضمين هيكلة تنظيم صندوق خاص وهو صندوق الصحة هذا الصندوق يمثلها في جميع الأعمال الخيرية والإنسانية والمجتمعية والتي توليها أيضا هيئة الصحة اهتمام كبير وتعمل على توسيع هذه دائرة وحجم المستفيدين من الأعمال النبيلة اللي يقوم بها هذا الصندوق معنا في الاستوديو لسا سالب اللاحج مدير صندوق الصحة في هيئة صحبة دبي صباحك الله بالخير سعيدين جدا بوجودك معنا عنديك موضوع أعطيك بعد الفرنامج لأن في أعمال الخير ما شاء الله ما توقف ولكن نريد أن نتكلم بشكل سريع في البداية عن صندوق الصحة فكرته وأهدافه جزاك الله خير أول شيء يتقبل العشر مرة وإن شاء الله ويبلغنا آخر رمضان إن شاء الله طبعا أنت شكرا ما قلت الهيكل تضمن تعزيز الخدمات الإنسانية يعني فهذا هيكل الخدمات أو هيكل الخدمات الصحية ويعني حط له في تعزيز الخدمات الإنسانية جانب رئيسي في الهيكل التنظيم الهيئة الصحة طبعا وتحت مسمى مكتب صندوق الصحة يعني لا هو مكتب خدمات إنسانية ولا مكتب يعانات ولا مكتب صندوق الصحة يعني تعزيز الصحة جميل فطبعا الهدف الأساسي أنه يتولى تنظيم مهام استقطاب الأموال يعني الأموال يعني العينية وتوجيه الأموال هذه الممنوعة لدعم مشاريع الهيئة إن كانت مشاريع خيرية أو إن كانت مشاريع البنية التحتية وإضافة خدمات للمؤسسة بشكل عام يعني طبعا قام الصندوق فكرته طبعا هي كانت نتاج يعني أعوام سابقة أن فيه نتائج جيدة في مجال العمل الإنساني لهيئة الصحة ولدعم الحالات الإنسانية في السابق يعني فجاء مكتب صندوق الصحة لتعزيز الفكرة وعطاها مهام وأهداف يديدة يعني يشرف عليها الصندوق شكل ما شفت في القرار لأنه كان فيه يعني تخصيص التبرعات والهبات والصدقات هذه لدعم البنية التحتية لهيئة الصحة والرعاية الصحية بشكل عام في إمارة دبي ولدعم يعني البحوث الطبية ولدعم الإبتكار في المجال الطبي فهي كلها تصب في تعزيز الصحة ورفع مستوى الخدمات الإنسانية جميل طيب يعني أنتو ما شاء الله مساعداتكم أيضا المالية الموجهة لأعمال الإنسانية كثيرة فتعطينا شيء بعد جولة سريعة عن قيمة هذه المساعدات طبعاً طبعاً نحن 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 تقرير النهاي أو تقرير الثلاث سنوات الماضية يمكن نزل قبل فترة في الجرائد وصلنا فوق الميتين وثمانين مليون وطبعاً هذه نتاج فريق عمل يعني استقطب برامج جديدة نفذنا خلال المراحل أو السنوات الماضية أفكار يديدة ومبادرات يديدة استقطبنا شركة أو أفكار من خارج الدولة حتى ونفذناها من خلال الصندوق ضمننا يعني أو عدنا استدامة الموارد هذه بدل ما أنا كنت أساعد مريض واحد وأقول الصرف صار عندي الحين استدامة في البرامج هذه صار عند الفريق الجرى أنه يتكفل بمريض بالكامل في البرامج طبعاً اللي هي الدوائية المعسرة أو الخطيرة فصار عندنا برامج متكاملة مثل يعني لدعم الحالات الإنسانية يعني فطبعاً نتاج فريق عمل اشتغل في المراحل فترات الماضية في إيجاد أو فكار يديدة نفذناها خلال السنوات الماضية طلع عنا يعني شكل ما تكون النتاج هذا جميل هذا أيضاً في عندكم شركاء استراتيجيين للهيئة في هذا الجانب أنتم قاعدين تشتغلون معهم فخلنا نتعرف عليهم وإيضاً نتعرف على آلية اللي بالإضافة للشركاء للستراتيجيين في أيضاً ناس يشاركونكم كذلك عمليات التبرع وغيرها فنبغي نتعرف كذلك على آلية التبرع في حال كانوا يرغبون في المساهمة في مختلف الأشيطة اللي تقومون فيها وبالنسبة للشراكات طبعاً نحن توجهنا في البداية على أساس أن المجال العمل نفسه يعني يختم عليك أنك أنت يكون شراكاتك مع المؤسسات الخيرية صحيح ومع الدوائر الحكومية التي تخدم أو تدعم العمل الإنساني بشكل عام فصرنا توجهنا للشؤون الإسلامي والعمل الخيري لوقاف الشؤون القصر الجمعيات الخيرية على مستوى الدولة داعمة رئيسية لبرامجنا قدرنا نسوي شراكات معهم وننفذ برامج مشتركة مع المؤسسات الخيرية هذه ودعم متكامل يعني دائماً عسى تضمن أنت بشكل ما قلنا استدامة الموارد هذه واستدامة البرامج هذه طلعنا عن الإطار هذا نحن شفنا الشركات الأدوية اللي تنفذ برامج مسؤولية مجتمعية على مستوى العالم وقدرنا نستقطبها يعني في هيئة الصحة وننفذ البرامج هذه معها وهي طبعاً مؤسسات مستثمرة في الدولة تقدم خدمات طبية وعلاجية ودوائية فقدرنا نستثمر هذه الشركات بأن نوجد برامج مسؤولية مجتمعية ومشتركة معاهم لتقطية الحالات الإنسانية التي تحتاج دعم مستمر يعني جميل أيضاً يعني هناك الكثير من المبادرات التي تقومون فيها على مستوى العهية كذلك من ضمنها مبادرة إفطار صائم خبرنا عن نطاق تنفيذ هذه المبادرة والمستهدفين منها وطبعاً لأنك مجالك عمل إنساني فنحن خلال السنوات الماضية يعني حبينا أن نشارك الموظفين اللي هم يكونون على الدوامات في وقت الفطور أن يكونون يعني واجباتهم القذائية تكون موجودة إن كانت موظفين أو إن كان لهم الفئات المساعدة لشركات النظافة أو شركات الأمن والمنظمين الموجودين في المستشفيات خلال فترة الفطور نعم فطبعاً وحبينا أن نشارك موظفينا الأجر أن يكون يعني المبادرة هاي تكون لموظفي هيئة الصحة أن يقدرون يساهمون في التبرع لبرامج الوجبات هذه أو الإفطار نعم نسغنو الشركات الغذائية اللي موجودة في الهيئة على أن هي تنفذ لنا البرامج هذه على أساس أن نضمن طبعاً صحة المادة أو الوجبة التي تقدمها للمرضى أو الموظفين الموجودين هذي والله توزع عليها برياني يسهل فالحمد لله يعني نحن خلال سنة وثلاث ماضي ما يعتنى أي ملاحظات على مثل هاي البرامج نعم بالعكس نحن كسبنا أنك كنت موظفينك يساهمون فيها كأجر وكسبنا أنك توصل أنك نحن بعد بالعكس نحن نوفر وجبات افطار ووجبات سحور للموظفين وللمراجعين اللي يكونوا موجودين في نفس الفترة يعني فالغطي أكثر من تقريباً على مستوى مؤسسات الهيئة أكثر من 800 وجبة فطور أو سحور خلال من أول يوم سحور تقريباً من أول ليلة رمضان بدأنا توفير 300 وجبة سحور يومياً والجانب تقريباً 500 وجبة افطار يعني من أول يوم رمضان يعني نتوقع إن شاء الله على نهاية رمضان نكون نغطينا أكبر عدد من الصايمين ويكون الأجر مشترك للموظفين ولمساهمين في مثل هالبرنامج إن كان موظفي الهيئة أو إن كان المتبرعين الخارجيين مثل هالبرنامج إن شاء الله أجزاكم كل خير ما شاء الله يعني هذه أرقام كبيرة ودائماً يعني ما في أجمل من أنك كنت تفطر صائم فهذا الأجر الكبير هذا إن شاء الله يا رب يعني ينكتب في ميزان حسناتكم حسنات جميع المتبرعين وجميع المساهمين في هذه المبادرة الآن أبغي يعني أتوجه إلى أثر مثل هذه الأعمال الخيرية التي تقوم بها الهيئة ومدى دعمها لقيم مجتمع دولة ربعات أنا ذكرت أن مجتمع جبل على يعني الخير وجبل على العطاء وجبل على المساعدة وجبل على كل هذه المعاني وأيضاً يعني اللهم كالحمد سرعها في قلوبنا يعني فصارت أن حتى الواحة الممكن نقول لك أن في مجتمع دولة بالفترة إنسان خير أبغي أتكلم عن هذا الجانب طبعاً هذا الجانب كبير يعني تعرف حتى تعزيز الخدمات الإنسانية يعني في الهيكل التنظيمي ودعم الحالات أو مساعدة داخل الدولة وخارج الدولة من مهام يعني الهيئة أو مكتب صندوق الصحة فمن الجانب هذا يمكن نحن الواحد يشارك داخل الدولة وخارج الدولة في توصيل العمل الإنساني أو المساعدات الإنسانية للمحتاجين يعني داخل الدولة وخارج الدولة فأنت تصور أنك مريض أيك وتقول له ترا تكلفة علاجك المبلغ الفلاني بس ترا فيه برنامج بيساعدك أو نحن بندعمك فتحس ب يعني أنت ما ساعدت مريض بشخصه أنت ساعدت أسرة كاملة إن كانت داخل الدولة أو أسرة هاي أو خارج الدولة فتحس أن أنت نبهت يعني نحن دائما نقول لامتنان الشخص للدولة المقيم فيها يعني في ناس تفتخر أن عايش أو مرض في هيئة الصحة أو في دبي أو في الإمارات وأن حصل البرامج لهي تدعمه ويمكن لسنوات يعني يعني ما بأن بعد قدم لك الخدمة موقعتا وخلاص لا تقدمها وتستمر يعني كمتابعات يعني من ضمن الصور اللي أنا شفتها يعني مثلا المشاركات الخارجية يعني وأكبر دليل نحن برنامج أو نبضات اللي هو لدعم أو عمليات القلب فتحس يعني في عيون الهالي هذه يوميك الطفل يحتاج عملية قلب ومن أخرى العملية هاي يمكن سنوات ويأت أنت يعني شكل الواحد جاي من السماء وسويت العملية هاي لطفل يعني ما يتجاوز الخمس سنين أو الأربع سنين أو أشهر حتى سويت العملية رديت الروح ما بلل الطفل نفسه لعائلة كاملة يعني فهذا حجم يعني سبحان الله يعني تشوفه في عيون الناس هذه يعني 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 تتعامل إياه مباشرة يعني طيب عمليات التبرع والمساهمة في صندوق الصحة من قبل الجمهور اللي حاب يتبرع طبعا نحن نطرق بواب كثيرة للتبرع يعني عنا طبعا يعني كسبنا شكل ما تقول ثقة المتبرعين بشكل عام في المرة الدبي يعني إن كان أشخاص إن كان مؤسسات إن كان أفراد خاصة في شهر رمضان تحصل للناس تتسابق في مثل هذه المبادرات يعني مثل يمكن إيك المتبرع يقول لك أنا أبغي الحين يعني يبغي شوف الأثر شكل ما تقول في وقته فيقول لك عندي حالة عندي مبلغ هالكثر وبغي حين أقدم المساعدة يعني طبعا الأخصائيات الاجتماعيات في المستشفى بالتنسيق وياهم يحاولون أن يكونوا موفرين الحالات التي تحتاج دعم باشر ويعني يوسد شكل ما تقول الاحتياجات أو المطالبات في وقته يعني فالحمد لله يمكن أن تاركنك والأخوان في المستشفى اللطيف يخلصون حالات و300 ألف لمتبرع موجود عندهم ميزان حسان يعني الحمد لله أنه في برنامج مثل هذا أنك تقدر تساعدهم البارحة في الليل مثلا مريض يحتاج لبرنامج علاجي يكلف نصف مليون يعني يعني الجرعة يعني يبغي 48 جرعة يمكن بفضل شراكاتنا وبرامج الأدوية صار تكفل بالشركة من البرنامج بتقطية مثل هذه الحالة يعني يعني وخلال يعني دقائق يعني تعرف أنت مريض يحتاج ويحتاج لليوم يعني تبدأ وياه البرنامج العلاجي عسى ما يرفض الحالة ما ترفض العلاج في المرحلة القادمة فوفرت لأنت خلال هذا بدون ما أنك أنت تمس حالق في الهيئة أو رسوم تتجاوز رسوم معينة لا وفرت للعلاج متكامل خلال يعني ممكن يعني طبعا بخبرتنا الموجودة مع الشركات اللي هين تعاملوا يها طيب أنا أيضا كذلك يعني أبغي أختم بأن كيف ممكن لأشخاص اللي عندهم بعض الحالات اللي تحتاج المساعدة سيفيدوا من هذه البرامج أنت تقدمونها كيف يتوجهون شو ألية العمل وهل في يعني نقاط للتواصل معاكم في صندوق الصحة لأن هذه المواضيع التي تقدمونها ما شاء الله مواضيع مهمة وتميلة وقاعدين تفرجون عن أسر يعني ما شاء الله عليكم طبعاً طبعاً نحن تعرف الفريق العمل توزع على مستوى الهيئة إن كان في المستشفيات ممكن التواصل أي حالات موجودة في المستشفيات أو عليها يعني مبالغ معينة أو عندها ضيقة في تكملة علاجها ممكن التواصل إلى خصائيات الاجتماعيات على مستوى الهيئة إن كان في راشد بيل طيفة حتى الرعاية الصحية بشكل عام ممكن التواصل إليهم مباشرة ممكن التواصل إلى مكتب الخدمات الإنسانية أو مكتب صندوق الصحة حالياً مكتبنا طبعاً موجود في المكتب الطبية في مستشفى راشد أو في مركز الابتكار حين استوى فممكن التواصل إلينا في يعني في أي وقت موجودين وأول التواصل بالهاتف بإعساس يعرف شو الإجراءات المطلوبة يعني بتذكر رقم الهاتف ممكن التواصل على 04219 7406 7406 ممكن التواصل جاي مباشرة وإن شاء الله نوجه للإجراءات السليل جميل نحن عاجزين عن الشكر لكل من يعمل في هذا الصندوق لأن فكرة وأهداف راقية وسامية جداً المشاريع والمواضيع التي تقومون بها السيد سالم يعني مواضيع راقية جداً نسر الله يعني أن يجعله في ميزان حسناتكم وكل الشكر لكل من يتبرع لهذا الصندوق السالم باللاحج ومدير الصندوق الصحة هيئة صحة بدوية شكري لك تواجدك ووقتك معنا شكراً جزيلاً كل شكر لزملاء اللي رافقونا في حلقة اليوم في الإعداد كان يوسف سعد في التنسيق ميرا المري هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي